أشرك معنا سيد صلاح ما رأيك يعني وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية الألمانية وزير الداخلية الألمانية أفاد أن منفذ الهجوم يعاني من مشاكل نفسية سيد صلاح بناء عليه هل يمكن توصيف هذه الحادثة بأنه عمل فردي أم هي جريمة لها علاقة بالإرهاب قد تكون هناك أيضا شبكة ربما تقف وراءها وولا في كما أتفق مع المتداخل من ألمانيا أنها فعلا في عدة احتمالات لكن أنا أستبعد منها بعض الدوافع على سبيل المثال بعض قال أنها سرقة وأظن أن هذا احتمال مستبعد لأنه طبعا لما هاجم ما هاجمش الأماكن التي يعني فيها الأموال أو العاملين لما هاجم ناس عاديين زبائن عاديين في المتجر أيضا الاحتمالين الآخرين هي دوافع إسلاموية أو اضطراب نفسي أنا شخصيا لا أفرق بين الإضطراب النفسي والارتباط بإسلام بتنظيم أو بالأيديولوجيا الإسلاموية المتطرفة كلاهما يغزي الآخر فأنا أرجح أن هذا العمل عمل إرهابي إسلاموي لأن أيضا من أحد الأسباب التي تؤدي إلى التطرف وإلى ارتكاب عمال العنف هو الإضطراب النفسي يعني هذه أحد الأسباب كما يكون لشخص مثلا سجل الإجرامي سابق ثم يعتنق الأيديولوجيا المتطرفة أيضا هذا يرجحه لارتكاب أعمال متطرفة فهذا الشخص إذا كان هو يعاني من التطرفات النفسية وهذا فلم أكدته الشرطة في تحقيقاتها السابقة وأدى بها إلى أنها تستبعد من المراقبة الحالية لكن هذا لا يستبعد أبدا أنه تبنى الفكر السلفي الجهادي هو مرف أكثر من في بداية تنتقال إلى ألمانيا في مدينة دورتموند وهي معقل السلفية الجهدية فيها سلسلة كاملة يترأصها أبو ولاء العراقي وغيرهم من بابان وغيروا أيضا من المجندين والذين صدروا مجاهدين لتنظيم الدولة الإسلامية خارجيا فممكن يكون اضطراب نفسي بالإضافة إلى اعتناقل هذا الفكر السلفي الجهادي الإسلاموي طبعا هو اللي أدى لهذا العمل فأنا على قناعة كاملة أن وراءه هذه الأيديولوجيا المتطرفة ثم حالته النفسية التي دفعت به نحو ارتكاب هذا العمل إذا ما تحدثنا عن كونه متشدد إسلامي كان خاضع لرقابة أجهزة الأمن الألمانية ضمن ثمانمائة متشدد آخرين خاضعين للرقابة أيضا في ألمانيا ولكن بحسب إفادة السلطات الألمانية هو لم يكن متوقع أن يقوم بعمل من هذا النوع ولا أن يكون له علاقة بهذه التنظيمات الإرهابية بناء عليه برأيك هل أخطأت السلطات الأمنية الألمانية بتقدير الموقف؟ لا هو في البداية الشرطة تقيم الشخص على حسب المعلومات الواردة لديها في ذلك الوقت وفي ذلك الحين فالمعلومات الواردة في وقتها أنه كان إسلاموي ينتمي للطيار الإسلام السياسي وصلت لهم معلومات أيضا أنه ما تمت أدلجته واعتنق الفكر المتطرف ولكن في الوقت نفسه لم يكن لديهم أي معلومات بأنه ينوي أو ينتوي القيام بأعمال إرهابية بناء عليه بيقوم الشخص المتخصص باستبعاد والتركيز أكثر على الشخص الذي يسبب خطر آني وحالي ويرجئ الآخر لفترة أخرى هذا الشخص كان مرشح من قبل السلطات أنه سيرتكب أعمال عمف ولكن على المستوى البعيد وليست على المستوى القريب الخطأ يكون هنا في التقدير فقط في عملية الأولويات والمتابعة لكن أنا أشاهد أن الشرطة أحسنت بأنها قادرت أنها تصنفوا أنه ينتمي الإسلام المتطرف أنه تمت أدلجته أيضا رفضت قبوله للجوء انتوت فعلا ترحيله لكن هنا المتابعة فقط منهم أو حالته على الأقل لبرنامج لمكافحة التطرف